تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله فشمل برعايته الكريمة حفلة تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة جامعة اي ام اي الدولية والبالغ عددهم ثلاثمائة وأربعين طالبا وطالبة حيث أناب سموه الكريم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضور هذا الاحتفال وبدأ الحفل بكلمة لدكتور أمابيل أجلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس مجلس أمناء جامعة اي ام اي الدولية أعرب فيها عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على دعمه الكبير والمتواصل للجامعة ولمسيرة التعليم في مملكة البحرين بشكل عام مشيدا بما تقدمه المملكة من مساندة لجهود الجامعة في تنفيذ برامجها الأكاديمية وتحقيق الاعتمادية لها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع العديد من المؤسسات للتعليم العالي مؤكدا اهدمام الجامعة الدائم بتطوير برامجها الأكاديمية المقدمة لطلبتها بدوره عبر وزير التربية والتعليم عن خالص تقديره واعتزازه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع منتسبي جامعة اي ام اي الدولية على تفضل صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بهذه الرعاية الكريمة التي يعتز بها أبنائه وبناته الذين أتموا دراستهم الجامعية بنجاح والتي تؤكد دعم سموه الكريم لقطاع التعليم العالي لما يطلع به هذا القطاع الحيوي من دور بالغ الأهمية في تأهيل العنصر البشري من مواطني مملكة البحرين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون والعديد من الدول الأخرى مشيدا بجهود الجامعة في الارتقاء بخدماتها التعليمية معربا عن تهانيه لجميع الخريجين والخريجات وأكد الوزير اهتمام مجلس التعليم العالي بكل ما من شأنه النهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي المحلية بما يسهم في الزهار المسيرة التعليمية في المملكة والتي قطعت مراحل متقدمة بفضل دعم قيادة بلدنا العزيز مشيرا إلى أن المجلس يعمل حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التطويرية من بينها التعاون مع أكاديمية التعليم العالية البريطانية لتنفيذ برامج التطوير المهني لأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بقدراتهم وفق معايير تدريبية عالية بما يؤهلهم للحصول على شهادة دولية في التماهن ومزاولة التدريس والتدريب الأكاديمي إضافة إلى موافقة المجلس مؤخرا على فتح فروع لجامعات عالمية عريقة ثم تم توزيع الشهادات على طلبة الخارجين والميداليات على المتفوقين منهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة